النهاردة حبيبتي هقولك ازاي اللي انت تعملي شربة دايت وتتخلصي بالدسم اللي هو بيبقى موجود كده على وش الشربة بطريقة سهلة وبسيطة جدا تابعيني حبيبتي كده لرهاية الفيديو عشان هنعمل مع بعض احلى سمنة سمنة جنة كدوات او روابي هنقبلها بطريقة سهلة جدا في البيت وحقولك اللي ازاي تطلعيها زي بتاعة المصانع بالزبط من دهن الدجاج دهوت تابعيني حبيبتيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في الله في مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي تعروبيني حبيبي كده نصلي على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام ونشوف مع بعض ايه هي الفكرة النهاردة الفكرة النهاردة اللي انا مش بحب اللي انا اشرب شربة تكون دسمة فبحب اللي انا اتخلص بالدسم اللي بيبقى موجود عليها الدهن اللي بيبقى موجود عليها فاول حاجة بجيب بورط امام نديف ويكون ناشف ما فيهوش ولا نقطة مية وبعد كده طبعا بتكون الشربة دي تحطاها في التلاجة ليلة كاملة علشان تتكون كدوات ايه على الوش كدوات تتجمع السمنة طبقة السمنة ديك تتجمع كده على وش الشربة فببدأ بالمعلقة بجيب بجيب المعلقة كده وباخد كده السمنة بس مش الشربة وبحطها كده في البرتمان بجمحها كلها دي وقت انا بجمع السمنة كده كلها في برتمان والسمنة دي انا مش حرميها لان دي عنامل منها سمنة رواب دواتي او سمنة جنة بطريقة سهلة سهلة جدا حبيبي طبعا فيه ناس بتحب تشرب الشربة تكون دسمة بس دي بتتعب لو بتسبب بشاكل صحية فانا مش بحب بحب اشرب شربة دسمة او ماينفعش لان طبعا هي دي بتتعب يعني فلازم اللي انا اتخلص يعني بتخلص كده من طبقة السمنة اللي بتبقى موجودة على الوش الشربة بعد ما دخل الحلة طبعا ليلى كابلة في التلاجة عشان السمنة دي تطلع كده على وش الشربة وتتجمد فببدأ لنا ايه بشم طبعا السمنة دي تطاعت الفراغ فيه ناس مش بتحبها وفيه ناس يعني بيطلعوها وبيرموها مش بيحبوا اللي هما يستخدموها في الاكل يعني فبيقولوا لأ ده بتبقى ريحتها مش ريحت اللي الدجاج فيها بيبقى ظاهر جمد مش حلوة بتبان في الاكل بتبان في الاكل يعني من غير ما هي تبقى ظاهرة phase بس بعد بجمع السمنة Keys البرتمان. آآ فببدأ اللي ايه? هنامل بعاكم الخطوة اللي بعد كده. آآ زي ما احنا شايفيه دهوت. هتقولولي بس انت زي بدكوا دوقتي هتقولولي لا يعرف. هتقولولي كل دي طبقة آآ آآ دهول يعني كدهات على وش الشربة. آآ فطبعا اللي بتابعيني عارفين اللي انا يعني مربية قطط عندي. فبجيب لهم على طول كدهات يعني بجيب هياكل آآ آآ اتنين كيلو هياكل كده فباخدهم وبسلقهم في الحلة. وآآ بيبقى بيبقى اكل خاص كده آآ للقطاط. آآ وبعد كده ببدأ بعد ببسلقهم بتعامل عادي خالص اللي انا بسلقهم آآ لان يعني زي ما احنا شايفيه دهوت طبعا بجيبهم وبخسلهم كويس وبتعامل معاهم عادي اللي انا اكني عاملة اكل لنا عادي. وبخسلهم لان برضو ممكن ساعة اللي انا بطلع بدهم اعمل من الهيات اللي دي ممكن اعمل شاورمة اعمل حاجات فهي بتنفع يعني حاجة يعني بتوبة موفرة يعني آآ بوكلهم وآآ وممكن اطلع منهم برضو حاجات برضو اعمل منهم اصناف برضو في البيت يعني فهي بتنفع آآ فعشان جده بتطلع آآ طبقة آآ دهن كده هوت يمى على الوش. آآ وساعة برضو يعني وساعة برضو لانا بجيب الفرخة بجيب معاها كيلو هياكل وقوم سلقها فبتطلع معايا برضو نفس الكمية السمنة اللي انتو شايفان. طيب انا السمنة دي آآ طبعا احنا بجيب كيس آآ كيس سمنة آآ روابي او بتجيبي جنة. يعني اللي يعجبك اللي يعجبك تجيبي. الكيس ده بيتباع بتلاتة جميع سوى بقى ايه سمنة جنة او روابي. آآ فبتجيبيه. وطبعا بيكون بدرجة حرارة المطبخ. عشان تعرفي اللي انتي بعد بتجمعي السمنة. سمنة الدجاج. آآ بتاعت اللي احنا جمعناها من على وش الشربة. فبنبدأ نحط عليها بتحطي عليها بقى كيس او كسي. نا. انا عنحطي كيس واحد عالكمية ديت فهي حلوة يعني. فطبعا هي الكمية اللي انا عمل اللي عتطلع معايا دي وقتها عتطلع معايا آآ نص كيلو من السمنة. نص كيلو من السمنة حلو. يعني حلو. طريقة موفرة جدا. يعني كل اللي انا جبته جبتي كيس كيس سمنة بتلاتة جنيه. على كمية الدهن اللي طلعت آآ معايا سمنة الفراخ. آآ وحتطلع معايا في الاخر سمنة سمنة روابي آآ او عاطلع معايا سمنة يا جنة. آآ زي ما انت عايزة يعني. فطبعا هي السمنة بتاعت الفراخ. فهي حتى لو انا خطتها الواحدة وحطتها في برطمان مدخلتها التلاجة. فهي مش هتبقى متماسكة جامد. آآ بتبقى اه قامتها بيبقى خفيف. آآ في ناس بتسميه الزيت الزيت الدجاجة. آآ فعشان كده هوت انا بجيب الاكياس السمنة ديت. آآ طبعا مش هقولك تجيبي علبة السمنة جنة او روابي تبقى غالي عليكي. فممكن تجيبي الاكياس دي موفرة يعني. آآ تجيبي كيس او كسين وبتقلبهم على الكمية اللي عا تطلع عندك. وآآ بعد كده هوت آآ بتحطيها بتدخل البرطمان وتحطيه في قلب التلاجة. فآآ يعني عا تدلها تباسك. تدلها تباسك وعا تدلها طعم. فعا تغير طعم الطعم بتاعها خالص. يعني الناس اللي هي مش بتحب تعمل آآ الدهن بتاع الدجاج او السمن الدجاج. آآ او مش بيحبوا يستغضبوه. في ناس في ناس كتايلالي على الفيديو اللي قبل كده. احنا واحدة من الناس بقولكو انا كنت برمي وما كنتش بحب اللي ده اعمله. بس لما فكرت في الفكرة دي. الفكرة دي على فكرتي انا. آآ وكنت بقدمها لكم حصري. آآ فلما انا عملت الفكرة دي بصراحة آآ طلعت معايا جميلة جدا. ولما بقيت اعمل بيه اكلات عندي. مش مش بدخله في الحلويات. آآ بستغدمه في الاكلات. آآ فبصراحة آآ فرق معايا جامد. وآآ يعني اكني مستخدمة آآ فعلا والله بجد يعني. اكني بستخدمة سمنة جنة او روابي. آآ على حسب السمنة اللي انت بتحطيها. نوع السمنة اللي اتي بتحطيها عليه. فبتطلع معاكي. اكنك عاملة سمنة جنة او روابي. آآ زي بحلة شايفيت. آآ عطولي بس سمنة روابي لونة اصفر. بهي عشان بس اللون السمنة بتاعت الدجاج بيبالونه اصفر. فعشان كده لو انتي حطيتي عليه سمنة جنة. فعاتبقى حلوة جنة برضو. آآ وبتدخلها التلاجة لحد ما بتجمد معاكي. وآآ طبعا عاتبقى متمسكة. انا لسه مخلصها لسه بدخلتاش التلاجة على فكرة. بس بوركوا بوركوا شكلها. آآ طبعا بقفل البرطبال. انا فتحته تاني عشان اواره لكم. وابدخلوا بقى في التلاجة وبسيبوا آآ ليلة كدهوت. فبيبقى بتبقى متمسكة معايا سمنة متبسكة جدا. حتى لو طلعتها بره. وحطيت البرطبال في المطبخ. زي ما احنا شايفينها. وتنا كان عدي شوية في السلطنية دولت. وآآ شايفيني المتمسكة ازاي. يعني انا بستخدمها على فكرة دول اللي فاطلين في السلطنية. يعني الطريقة دي انا بعملها عدي على طول. آآآ طبعا ده بعد ما قام بعد ما يعني ما دخلتها التلاجة وبقت متبسكة معايا. آآ طبعا الطريقة سهلة وبسيطة. يبقى انا كده عملت شوربة دايت. وعملت سامدة كبان. سامدة جندة او روابي. شكرا للمشاهدة. السلام عليكم.